وفي إطار نشاطات التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير في مدينة بوكورو دشنت المؤسسة يوم أمس عدد من الأبار الارتوازية لصالح المحتاجين للمياه الصالحة للشرب في خمس أحياء مختلفة وهي دار السلام وحي الرحمة وحي أحمد منان وحي فرشة كما قام أعضاء المؤسسة بزيارة إلى عدد من المدارس وذلك ضمن إطار حملتها التي تحمي العنوان لندعم المدرسة الجادية الحبيب حامد انتلاقا من مبادئها القائمة على مساعدة المحتاجين ودعم المدرسة الجادية وتوزيع المواد الغزائية معالجة المرضى في كل مكان وتوزيع مواد غزائية مختلفة وبعد القافلة الطبية لمعالجة مرضى العيون في مدينة بوكورو حاضرة مخاطعة الدبابة قليم حجر لميس جاءت مؤسسة القلب الكبيرة التابعة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو يوم أمس في مدينة بوكورو بقافلة أخرى ولكن هذه المرة حملت القافلة شعار الماء شريان الحياة وذلك النسبة لما تحتاجه بعد أحياء مدينة بوكورو من مياه صالحة للشرق وصل وفد مؤسسة القلب الكبير برئاسة السيدة رحمته مسؤولة الشؤون الاجتماعية في المؤسسة وسفير النوايا الحسنة لمؤسسة القلب الكبير السيد صلاح الدين حسين أقر إلى مدينة بوكورو برفقة وفد رفيع المستوى من أعضاء مؤسسة القلب الكبير وكان في مقدمة مستقبلهم الأمين العام لمقاطعة الدبابة وعمدة بلدية بوكورو وعيان المنطقة وممثل الجمعية الوطنية هناك بعد حفل تشين هذه الآبار الارتوازية الخمس بكلمة قدمها عمدة بلدية بوكورو والذي رحب بوفد مؤسسة القلب الكبير وشكر سيدة البلاد الأولى على خدماتها الإنسانية الجليلة مشيرا إلى قافلة معالجة مرضى العيون في هذه المدينة وتوزيع المواد الغزائية في شهر رمضان المبارك وغيرها عدد من الخطب قدمت والكلمات وأبرزها كلمة ممثلة مؤسسة القلب الكبير السيدة رحمة محمد والتي قدمت رسالة سيدة البلاد الأولى إلى أهالي مدينة بوكورو وقالت إن الماء هو شريان الحياة وقالت إن سيدة البلاد الأولى هند ديبي إدنو تشعر دائما بمعاناة المحتاجين في كل مكان في أرض شاد ودعت في كلمتها كل أولياء الأمور بضرورة تسجيل أبنائهم في المدارس لأن التعليم هو سلاح المستقبل والتنمية من اليوم أطفال خليهم يمشوا في المدارس الزمن الأطفال يشولوا ويمشوا يوردوا يجوبوا فوق العلم الزمن دا يخليهم يمشوا بدري يمشوا مدرسة ويدرسوا لمستقبلهم ولمستقبلنا البلد وسيت لكم شون دي حدية جبنا لكم خمسة أحياء استفادت من قفلة شريان الحياة وهي حي منواتي دار السلام وحي أحمد دنا وحي الرحمة وحي فرشة المستفيدون عبروا عن شكرهم وامتنانهم بمؤسسة القلب الكبير وقدموا شكرهم أيضا لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو والتي ما فتأت إلا وكانت حاضرة في كل مكان من أجل مساعدة المحتاجين وزوي الاحتياجات الخاصة في كل أقاليم البلاد ومن الجديد بالذكر عن عدد المستفيدين من هذه الأبار والأحياء التي دشنت فيها تجاوز عددهم الآلاف وأقلبهم من النساء والأطفال كما ننويه أيضا أن مؤسسة القلب الكبير دأبت منذ السادس عشر من شهر نبوم برجاري بحملة طبية وقافلة خيرية أخرى بمستشفى الصداقة الصينية الشادية لمعالجة المرضى بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي أطباء من المملكة العربية السعودية عددهم سبعة عشر طبيبا من خيرة الأطباء في جميع التخصصات ترجمة نانسي قنقر